للأسف اليوم نشوف أنه بعض الطلبة وتلميذ يعني نشوفهم أنه يركزوا فقط على النقاط أنه يهموا أنه يخرج ربما هذا الموضوع بمعدل عشرة أو ربما يتحصل على النقطة ليتسمح له للانتقال ما يهموش ربما حصيلة ما تم استخلاصه من سنة دراسية كاملة إذن هذه لازم نربيه وولادنا عليها ما يش قضية أنك تدرس من أجل امتحان أو مجل كذا عندما تدرس ونتم تفتح مهمك شوش يحد لأننا نحن الآن لازم نوضع ابناءنا في وضعيات جديدة ولكن عنده أدوات العامل عنده منهجية الحل مثل ما نقول نحن في فزا عنده المسأ العلمي لبداية الحل الحل ما يش كل الحلول لكي نفسها ولكن أنا عندي منهجية معينة عندي تفكير مبني مؤسس إذا عطني في أي وضعية لأن الآن الآن نحن بالنسبة حتى في وزارة التربية أو في الوضع الحالي في العالم كله الأستاذ ما هو مصدر المعلومة أصلا ما هو مصدر المعلومة المعلومة تفتح صفحة في الإنترنت تهاطن ولكن الآن نطرح السؤال على أنفسنا من يستطيع أن يستخرج المعلومة؟ شكراً لكي نتركوا في القناة اشتركوا في القناة